في السياق أكد زعيم الإدارة الأهلية محمد حمدية البشر على ضرورة ضبط المسارات والعمل على معالجة إشكالاتها لضمان سلامة عبور الماشية معربا عن أمل في أن تخرج الورشة بتوسيات قوية تنظم حياة الرعاة والمزارعين وتمنع الاحتكاكات بينهما وأحسب مشاكل السودان هي لا تخرج من إطار الصدام بين الرأي والمزارع وأحسب الولاية بضبطها للأوامر المحلية والسنزاخ للأوامر والغوانين هي بتعبر بمواطنينها لبرى الأمان وبتجنبنا الصدامات والصراعات الرعاوية والزراعية حيث أننا في الولاية نعاني من مشاكل كثيرة جدا ومشاكل هذه المشاكل بتتعلق بالمسارات بالنسبة للرحل ودي حجمت حتى من حركة الرعاة من الجنوب إلى الشمال ودي بأسباب كثيرة جدا بانتشار أو توسع الرقعة الزراعية بدون ضابط واستخدام الكبير بالنسبة لأخواننا البوابير وبدون ضوابط تحتهم أخواننا في زارة الزراع أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروعة أحسين السبو لكسب العيش في ولايات دارفور من خلال تدريب بيطريين في برنامج التلقيح للصناعي للمعز المحلي بالتهجين عبر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة بدولة سوريا والذي يهد في لنقل جنة المعز الشامي إلى المحلي لتحسين الانتاج في الألبان وأبان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري خلال الورشة التي انعقلت من يالا أن المشروع يأتي في طال الاهتمام برفع مستوى الانتاج للمكونات الانتاجية في دارفور وقال إن المشروع يأتي بشراكة منظمة الزراع والأغذية العالمية الفو ومنظمات أخرى بالإضافة للألية العربية لدعم دارفور وقال أيضا إن المشروع يستمر لمدة ثلاثة عوام حتى يحقق أهدافه الاقتصادية المرجوة هذه الدورة معنية بتدريب الأطباء البياطرة والمعنيين بقضية الثروة الحيوانية في ولايات دارفور الثلاثة شمال دارفور وغربي دارفور وجنوب دارفور البرنامج هو جزء من برنامج كبير سمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تحسين سبل كسب العيش في ولايات دارفور وهو شراكة بيننا وبين منظمة الفاو ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية وكذلك منظمات أخرى على سبيل المثال برنامج القذاء العالمي وصندوق الأوفيد وحاجة يسمها الآلية العربية لدعم دارفور هذا المشروع إن شاء الله سيستمر لأكثر من ثلاثة أعوام بدل هذا العام هذا هو عام الأول دخل اعتصام لمواطنين من محلية جنوب أبو حمد بولاية نهر النيل يومه الرابع في منطقة وادم سرح الغني بالذهب يأتي الاعتصام على خلفية سلسلة مطالب تقدم بها الأهالي لشركات التعديم بالمنطقة ويقول المعتصمون إن الشركات تجاهلت حقوق المنطقة في التنمية من عائلات الذهب ضمن ما يورب برامج المسؤولية الاجتماعية بجانب تجاهل أبناء المنطقة في التوظيف في عمليات التنقيب عن الذهب كما اشتكل أهالي من المشكلات البيئية التي خلفتها شركات التعدين وذلك باستخدام مواد غير صديقة للبيئة في عمليات التعدين مثل مادتي سيانيد القاتلة والزيبق وأشهروا إلى أن شركات التعدين تجاهلت المسافة المحددة لإجراء عمليات التعدين نفذت السلطات المختصة حملات مكثفة ضد تجار العملة في العاصمة الخرطوم بالتزاون مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية إلى 71 جنيه ووفقا للانتباه أونلاين فإن حركة البيئة والشراء للدولار والعملات الأخرى ضئيلة بسبب الإحجام عن البيئ والشراء ترقبا لارتفاع أسعار السوق وقال أحد التجار فضل حج باسمه إن أفرادا يعتقد أنهم ألقوا القبض على عدد من التجار عصر الثلاثة قبل أن يفرجوا عن عدد منهم توقعت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية الشمال كردوفان ارتفاع انتاج الولاية من الحبوب هذا الموسم بعد أن وصلت المحصولات الزراعية في موظم مناطق الولاية مرحلة الحصاد في مساحة تقدر بأكثر من ثمانية ملايين فدان منها ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان زرعت بمحصول السمسن بالولاية كأكبر مساحة تزرع بها وقال المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية محمد الحافظ إن الهطول المتواصلة للأمطار أسهم كثيرا في النمو الجيد للمحاصيل إضافة لخلوب الولاية من الأفات الزراعية وهو أمر يبشر بموسم زراعي ناجح مشيرا إلى ضرورة توفير مدخلات الحصاد كالحازمات والحصدات لسرعة حصاد المحاصيل وتفادي تلفها خاصة السمسم مؤكدا استعداد وقاية النباتات للتصدي للأفات الزراعية أثناء فترة الحصاد وتلقي البلاغات من المزارعين للتعامل معها الحمد لله هذا الموسم نعتبره من أميز المواسم المرت على هذه الولاية والتي تم زراعتها 9.7 مليون فدان يعني بزيادة 2% من العام المنصرم هي أسست منها 8 مليون فدان في هذا العام والمحاصيل التي تم زراعتها هي المحاصيل النقدية من سمسم وكركديه وأما الغزائية فيها الدخل والزراء بأنواع مختلفة في غاية النباتات استعدت بصورة ممتازة اللي هو طلب طائرة من شركة غاية النباتات وموجودة أسي في منطقة مصميمة وإن شاء الله بتتدخل في أي لحظة من اللحظات إذا جاءت بلاغات من جانبه أوضح مدير برنامج الحلول المتكاملة بالوزارة أسام إبراهيم الجهود التي تمت لتوفير اتقانات زراعية للمزارعين وتبنيها من قبل الجمعيات الانتاجية وآثرها لجابيه في نجاح الموسم الحالي وقال إن استخدام أسلوب الحقول الإضاحية مكن المزارعين من نقل التجارب الناجحة إلى مناطق الولاية المختلفة وتطبيقها مما أدى لتقليل كلفة الانتاج الزراعي في مراحله المختلفة نوعين من المحاور في محور المزارعين الرواد اللي هم الناس اللي يمتلكوا جزء من الآليات ونحن نكمل لهم المتبقي بتاع النقص في المدخلات ولا النقص في الآليات أو توفير المحروقات بغرض تأسيس للموسم الزراعي المحور الثاني اللي هو محور صغار المزارعين وديم نشتغل معاهم برضو في ثلاثة أنشطة النشاط الأول عمل حقول إضاحية تجريبية منها الناس بتكون لهم زي مشاهدات وذلك بتقديم التقابل المحسنة استخدام المبيدات وخاصة مبيدات الرش أو مبيدات مكافحة الحشائش واستخدام جرعة خفيفة من السمات وده الكميات بتاعاتنا ما كثيرة اللي هي في إضاحات وده عملنا وطبقناها في المنصات الابتكار اللي هم جزء من المزارعين بدأ مجلس الإدارة المتكاملة للموارد المائية بولاية كسلة في رسم السياسات وتأسيس قاعدة بيانات للاستفادة منها في حل مشاكل المياه بالولاية واستفاد المجلس في وضع خطط من نشاط المنظمات الدولية العاملة في قطاع المياه والتجارب الأفريقية الناجحة في إدارة الموارد المائية نقص المخزون الجوفي لحوض القاش والذي تأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية أدى إلى شح المياه بمدينة كسلة سوى أن كان ذلك على مستوى مياه الشرب أو ري المشاريع الزراعية الآن في كسلة حصل تدهور لمياه الجوفية ما لم ندير إدارة رشيدة حيث وصل التدهور ممكن نفقد كثير من المشاريع البستانية الآن بدأت المشاريع البستانية تجف نسبة لإنخفاض مصوب المياه حتى المواطنين في ولاية كسلة الآن بيعانوا من قلة مياه الشرب وهذا سبب الأساسي انخفاض كمية المياه في المخزون الجوفي فلازم نحتاج ندير إدارة رشيدة عشان نقدر نحافظ على مستوى المياه ولإيجاد حل تلك القضية جاءت فكرة تأسيس المجلس لإدارة الموارد المائية والذي بدأ نشاطه من خلال رسم السياسات المائية وتأسيس قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات المبنية على الأسس السليمة المجلس حي أسيس لقاعدة بيانات تجمع كل معلومات الولاية عشان نقدر نساعد المتخذين الغرار في أنه يوجهوا غرارهم وين يعني نحدد حوجة المنطق حتى لو جاءنا داعم من خارج المنظمات مثلا عشان نشتغل لنا في المنطق نحدد له ونشتغل لنا وين ما يشتغل عشوائي وما يكون في دابو الشغل وما يكون في دابو الوير المجلس استفاد كثيرا من مشروع الإدارة المتكاملة لموارد المياه الذي نفذته منظمة بلانسودان أو براكتك الأكشن واهتم كثيرا بتأسيس البنية التحتية لمشاريع المياه بعدد نأم من محليات الولاية تمثلت أغلب منشاطات المشروع في أنه توجد بنيات تحتية متعلقة بالدورة الحدرولوجية للمياه في شكل سدود للتغزيع الجوفية وفي شكل حفائر لتخزين المياه على سطح الأرض وفي شكل إنشاء مرافق بتاع المياه سواء كان لشرب الإنسان أو الحيوان ورشة إدارة الموارد والتي ركزت على التدريب المهتمين بقضاء المياه أكست أيضا التيرب الزامبية النائحة في إدارة الموارد المائية على مستوى القارة الأفريقية الورشة ركزت على تدريب العاملين بغطاء المياه والمؤسسات تصلة على كيفية الإدارة المسرلة لموارد المياه فعرفنا الدارسين بالتجربة الزامبية الناجحة في إدارة الموارد المائية في أفريقيا خالد بشير الشروق ولاية كسلا وما زلنا معكم في جولتنا الاقتصادية من قناة الشروق تتابعون فيها بعد قليل أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع